أعلنت مانة بغداد اليوم الجمعة أكمال استعداداتها لتقديم الخدمات واستقبال المواطنين في جميع مرافقها الترفيهية طوال أيام عيد الأضحى المبارك مؤكدة أن الدخول لم تنزه الزوراء وجميع الحدائق ولم تنزهات سيكون مجانا وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة إخبار العراق أن المرافق السياحية وترفيهية التابعة لأمانة بغداد صبحت جاهزة لاستقبال الأسر البغدادية والوافدين من جميع محافظات البلاد طوال أيام عيد الأضحى المبارك وأضاف أن أمانة بغداد هيأت متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد وحدائق كورناش العظمية وشارع أبي نئاس والمتحف البغبادي إلى جانب عشرات المتنزهات والحدائق العامة المجهزة بالألعاب والخدمات الضرورية لاستقبال العوائل في أيام العيد وأشارت إلى أن أمانة بغداد وبمتابعة من قبل أمين بغداد والملاك المتقدم ستتولى لشرافا على عملية تقديم الخدمات لزائر لماكن الترفيهية والسياحية إلى جانب افتتاح عدد جديد من المتنزهات التي صبحت جاهزة لاستقبال العوائل العراقية بعد تجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية من العاب للأطفال وعمدة إنارة ومساطب للجلوس وشجار ومسطحات خضراء وبين أن أمانة بغداد تتوقع أن تشهد هذه لماكن الترفيهية قبالا كبيرا في أيام عيد الأضحى المبارك وشار إلى أن هناك تمسيقا عالي المستوى بين مديرية الحراسات والأمن التابعة لأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد لتوفير الحماية لهذه الأماكن وتهيئة الأجواء الآمنة لمرتاديها خلال أيام العيد اشتركوا في القناة